هذا وكشفت الصحافة الفرنسية عن أن مدرب نادي باريسان جرمان توماس تخيل قد طلب من رئيس النادي ناصر الخليفي الإسرع في حسم صفقتين جديدتين ويتعلق الأمر بكل من الدولية الجزائري يوسف عطال وماركوس تورام وهاجم نادي جانجون قبل غلق أبواب المركات الشتوية الحالي في أوروبا ومضيفة نفس التقارير بأن توماس تخيل أعجب كثيرا بما يقدمه الثنائي المذكور موسيقى